بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبت برايماري 6 كنا كلمنا في يونت 3 عن 2 جازس مهمين قوي الأكسجين والكاربون دايكسايد نهاردة هنتكلم عن آخر جاز معنا وهو النايتروجين ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفوا القناة يريد تعملوا سبسكرايب للقناة واتبعونا على التليجرام وعلى الفيسبوك الجروب والبيج هسيب لوكم اللينكات بتاعتهم في الدسكريبشن بوكس صندوق الوصف تحت الفيديو يريد كمان لو استفدتم من القناة تنشروها ما بين أصحابكم وحبيبكم ويريد لو فرحتوني بلايك على الفيديو يلا نكمل كلامنا في درسين نايتروجين تايلة جاز معنا وآخر جاز معنا في اليونت ده هو النايتروجين البرسنت بتاعته في الحقيقة هو أكبر جاز موجود البرسنت بتاعته 78 احنا لما جينا في لسن 1 اللي هو كان بتاع الأكسجين وكلمنا عن البرسنت بتاع كل جاز قلنا أن الأكسجين كان توينتي وان بيرسنتج والكاربون دايكسين كان زيرو بوينت زيرو سري والنايتروجين كان أكبر واحد هو سفينتي ايت علشان كده بنقول أن النايتروجين ده الموست أبندنت جاز يعني إيه موست أبندنت يعني أكتر جاز موجود في الإير يعني الإير كده كله على بعضه أكتر تقريبا من 3 ترباعه هو النايتروجين والباقي بقى باقية الحاجات الأكسجين والكاربون دايكسايد والووتر فيبر وبقية الجازز علشان كده أنا لو عايزة أعمل النايتروجين هحضره من أهم حاجة موجود فيها اللي هو الأتموسفيريك إير علشان كده بيجي لنا السؤال ده على طول كومبليت يقول لك نقط is the main source of nitrogen هو الأتموسفيريك إير لو نفتكر كده إحنا كنا عرفنا المين source of oxygen كان الفوتو سنسس بروسس بتاعته للجريم بلانت والمين source of carbon dioxide كانت الرسبيريشان والبيرنين اللي سميناها اسم تاني اللي هي ودي كمان عرفنا الثالث بتاع الجازز اللي هو النايتروجين المين source بتاع النايتروجين هو الأتموسفيريك إير طيب نعرف كمان اسم الساينتست اللي اكتشف النايتروجين ده اسمه دانيال راذر فورد على اسم العربية فورد راذر فورد هو ده الساينتست اللي ديسكافر النايتروجين يبقى احنا كده عرفنا البرسنتر بتاعي النايتروجين 78% وكمان عرفنا انه هو يعني اكتر جاز موجود في النايتروجين وعرفنا ان المين source كان الاتموسفيريك إير وكمان عرفنا بالمرة اسم الساينتست اللي اكتشف النايتروجين اللي هو اسمه دانيال راذر فورد بعالي ونشوف بقى الستراكشر بتاع النايتروجين شكله عامل ازاي في الحقيقة احنا حنلاقي حاجات كتير قوي شبه الاكسجين في النايتروجين يعني النايتروجين كده تحسوا ان هو والاكسجين قريب من بعيد اللي اتنين موجودين في الجازيس ستيت يا ميس ما كان الكاربون دايوكسايد برضو جاز وموجود في النايتشر في الجازيس ستيت بس الكاربون دايوكسايد لما جدينا اتكلمنا عنه ككمبوند قولنا ان هو كونسست من one كاربون اتم و two oxygen والاكسجين قولنا ان هو كونسست of two oxygen بس اهو النايتروجين شبه الاكسجين في النقطة دي الموليكيول بتاع النايتروجين كونسست of او كمبوزد of two nitrogen اتم ادي اول حاجة النايتروجين اه قلد الاكسجين فيها وبقى عكس الكاربون دايوكسايد كل ما احنا ماشيين كده اي حاجة شبه الاكسجين هعلملك عليها بحس ان انت على طول تربط ما بينه يبقى الاستراكشور بتاع النيتروجين شبه الاكسجين هو اليمنت واحد هو اتم واحدة وقرر نوعها من نفس النوع يعني اكسجين ومعها اكسجين النيتروجين برضو نايتروجين ومعها نايتروجين تاني لكن الكاربون دايوكسايد كانت واحدة كاربون معاها اتنين اكسجين طيب تعالوا نشوف بقى النيتروجين اللي حوالينا ده انتوا قلتوا انه هو موجود في الاير اه حقيقي هو موجود في الاير بريشيو كام بيرسنتر بتاعته كام سيفنتي ايت بيرسنتر من الفوليوم بتاع الاتموسفيريك اير اللي حوالينا كله بس هو حقيقي مش بس موجود في الاير موجود في حاجات كتير تعالوا نشوفهم كده كله واحدة عن قرب ونفهم النيتروجين ده زي ما موجود في الاير موجود في الصويل كمان الصويل هو ايه اللي ينزله في الصويل اه لما حصل لايتنينج لما بيحصل الرعد اللي بنشوفه في السماء ده اللي بينور السماء ده مما بيحصل اللايتنينج ده النيتروجين اللي موجود اصلا في الاير والاكسجن اللي موجود برضو في الاير اللي اتنين دول بيعملوا ري اكشن مع بعض ما احنا اتفقنا بقى ان الاكسجن ده راجل اكتف قوي واي قليما انت معاه بيعمل معاه كومباين وحتى خدنا ان كان ليه سلو كومباينيشن ورابت كومباينيشن اهو عمل كومباينيشن كمان مع النيتروجين والداني نايتروجين اوكسايد النيتروجين اوكسايد ده جاز طيب حيفضل موجود في الاير ماهو جاز طاير عادي لكن لما الرين بقى تنزل المطرة تنزل بعد الرعد دي تقوم واخده النيتروجين دي اوكسايد ده ومنزله فين منزله في الصويل يبقى اللي حصل تاني ان ساعة اللايتنينج النيتروجين اللي موجود في الاير عمل ري اكشن مع الاكسجن اللي موجود برضو في الاير ساعة اللايتنينج بس والداني كومباوند اسمه نايتروجين اوكسايد وصل الصويل ازاي النيتروجين اوكسايد ده وصل بالرين. الرين. المطر خالته ونزلته تحت في الارض. يبقى لحد دلوقتي النيتروجين موجود في مكانين. موجود في وموجود في الصويل. اه شكله في على جاز اسمه اللي هو وشكله في الصويل على اللي هو شكله تغير بس ده وده برضو. طيب. يبقى موجود في الار. ببير سنتج سيفنتي ايت. هو موجود في الار برضو. ومع الاكسجن اللي في الار برضو. ساعة اللي اللي ريتش للصويل ديورين جرين. تعالوا نكمل ونشوف موجود فين كمين. في الحقيقة ان هو مش بس موجود في الصويل. ده من الصويل دي من خلال ان هو موجود في الصويل. قدر يوصل لبعض البلانت. البلانت اسمه ليوجن بلانت. ليوجن بلانت ده. البلانت اه فيه احنا بنكل اكل منه كتير زي الفول والصوية والترمس. الحاجات اللي كلها بها بيسموها بقليات. ليها زي آآ البزرة بتاعتها كده او الحباية بتاعتها فيها فلقتين. زي البسلة كده. او زي حبيت الفول. طيب. اليوجن بلانت ده قلنا زي كلاور وزي البلانت ده. اللي هو ده الشكل بتاعه. احنا البلانت عندنا بيبقى فيه فوق الصويل اسمه وتحت الصويل الروت. على الروت بتاع البلانت اليوجن بلانت دي فيه بكتيريا. البكتيريا دي نوعها قوي. يعني حاجة كده ايه آآ مخصصة قوي. اسمها ايه? اسمها النوديلر بكتيريا. اسمها ايه? اسمها النوديلر بكتيريا. بتعمل ايه النوديلر بكتيريا دي? هي عايشة على الروت بتاع اليوجن بلانت دي. وكل شغلانتها ان البلانت ده مش عارف يسحب النيتروجن من السويل. تقوم هي تسحب النيتروجن من السويل وتديها للبلانت. ست طيبة خالص النوديلر بكتيريا دي. طب هو اصلا البلانت عايز النيتروجن هيعمل بي ايه? اللي انتو ما تعرفوش بقى ان النيتروجن ده هو البيزيك يونت او البيلدينج يونت يعني الطوبة اللي بنيبني بيها البروتين. كلنا طبعا سمعنا اسمه بروتين ده قبل كده. البروتين ده الحاجة اللي بتقوي اي ليفينج ارجنازم. الحاجة اللي بتقوي جسمنا وتخلي جسمنا بقى يبني العضلات ويكبر نفس الكلام في البلانت. البلانت محتاج البروتين ده برضو علشان يكبر. مشكلة اللي يوجد بلانت ده انه ما بيعرفش يشفط البروتين من الصويل. فربنا خلق له في الروت بتاعته شفطات كده. اللي هي النوديلر بكتيريا. شغلاناتها ان هي تشفط النيتروجن ده وتديهوله علشان يعمل البروتين. يبقى تاني احنا دلوقتي عارفنا ان النيتروجن موجود في الاير. وموجود في الصويل. وصل الصويل ازاي? قلنا ساعة النيتروجن والاكسجين اللي موجودين في الاير عملوا نايتروجن اوكسايد والرين خدته نزلته الصويل. وبعد ما وصل للصويل وصل كمان لليوجان بلانت. عن طريق النوديلر بكتيريا اللي قاعدة على الروت بتاع البلانت شفطت النيتروجن ودته للبلانت علشان يعمل البروتين. تعالوا نشوف اخر مكان وصل له النيتروجن هو ايه? طبيعي جدا احنا قلنا اليوجان بلانت دي بلانت احنا بنكل منه حاجات كتير. بعد ما كلنا البلانت ده وصل للليفنج تيشو. كل الليفنج تيشو بقى. احنا فيه هنا ده ده اللي هو البرسيم. ايه اللي الحيوانات بتاكله? يعني النيتروجن مش بس بيوصل لنا احنا كبني قدمين بيوصل تقريبا لكل الليفنج ارجانيزم. بيوصل لكل اي حاجة عايشة بيوصل لها النيتروجن ده. لان احنا اتفقنا ان النيتروجن ده هو اللي بيعملي البروتين اللي بنبني بيه البادي بتاع اي ليفنج ارجانيزم. يبقى نفتكر تاني كده ان النيتروجن كان قاعد في الير بريشيو او ببيرسنتر 78 بيرسنتر. وبعدين وصل للسويل ساعة اللايتنينج اخده. اتحول لنيتروجن اوكسايد ونزل للسويل. كان قاعد تحت في السويل النوديلر بكتيريا قاعدة على الروت بتاعة اليوجن بلانت. خدت النيتروجن وداته للبلانت علشان يعمل بروتين. والليفنج ارجانيزم اللي زي حضرتي وحضرتك اكلنا النيوجن بلانت. وخدنا النيتروجن اللي محتاجينه علشان نعمل البروتين علشان بيلد اوب البادي بتاعنا. كلام ده حصل فين? في التيشو. يعني النيتروجن اللي كان في الاير وصل لحد التيشو بتاعت ساعتك. التيشو بتاعت اي ليفنج ارجانيزم. نفتكر كده يعني ايه تيشو? تيشو يعني جروب اوف سل. يعني سل جنبها سل جنبها سل عملات لي تيشو. تمام. تعالوا نشوف بقى ايه هي البروبرتيز اوف نايتروجن. اول بروبرتيز معينا للنيتروجن ان النيتروجن دازنت هيلبين بيرن. ايه دا ايميس انتي قلت انه هو في حاجات شبه الاكسجن. او دي من الحاجات اللي مش شبه الاكسجن. الاكسجن كان دازنت بيرن بط هيلبين بيرن. الكاربون دايوكسايد كان دازنت بيرن ودازنت هيلبين بيرن. النيتروجن لا اخد واحدة بس هو دازنت هيلبين بيرن. النيتروجن قال لك لا يا عم انا مليش دعوة بحددت البرني دي انا برا الموضوع. بس النيتروجين زي وزي بقية الجازز كالرلس وتيستلس وادرلس. هتلاقوا البروبرتي دي موجودة في التلاتة تقريبا. النيتروجين بقى شبه الاكسجن في حاجة هنا. انه سكيرسلي او هاردلي او ممكن حتى نقول لها. النيتروجين دي تاني بوينت ليه شبه الاكسجن. انه هو سكيرسلي او هاردلي او دازنت ريزولف انوت. النيتروجين ده بقى ليه اسم دلع. اسمه ايه اسم الدلع بتاعه ده? اسمه ازوت. اسمه ايه? ازوت. كلمة ازوت باللاتن معناها لايف بلس. يعني لايف عارفين يعني ايه لايف يعني حياة ولس يعني بدون. حاجة كده ملهاش اي علاقة بالحياة. طبيعي جدا. ما احنا عمالين بنقول انه هو دازنت هيلب ان بيرد. واحنا فهمنا خلاص في اخر اليونت دي كده ان اي حاجة في حياتنا محتاجة بيرنينج. علشان نعمل في جسمنا. محتاجين عشان نعمل بيرنينج للفود. محتاجين عشان نعمل بيرنينج للفول اللي حوالينا ويطلع لي يعني الحياة اللي حوالينا كلها فيها الاتنين. فيها الاكسجن داخل والكاربون دايكسايد خارج. او العكس او الكاربون دايكسايد داخل زي في الفوتو سينسس بروسس والاكسجن هو اللي خارج. النايتروجن بقى بره الحدوتها خالص. النايتروجن ده ده لايف لس جهز. مالوش دعوة بحدوت البيرنينج دي خالص. كلمة ازوت تاني معناها لايف لس. فبقى النايتروجن عندنا ليه سميناه ازوت? لانه هو دازنت هيلبين بيرن. ما دخلش في حدوتة البيرن اللي ايمة عليها حياتنا كلنا. بكده حبيبي نكون خلصنا يونت سري بكل الجازس اللي فيها. اتمنى تكون بقت اسهل. ذكروا كويس عنشان هنبدأ بازن الله يونت فور. اتمنى لكم كل التوفيق.